مرون عشواري ورؤية متاع الناس اللي يحكموا فينا الدولة التونسية بتم طميمها اثبتت انها عاجزة على حل مشكلة الخبز وعلى توفير المادة الاساسية هذي نفس هات هي الدولة فالحا كانت فسر لنا كيفاء ثم محتكرين وكيفاء الرئيس عطا تعليمات وتوجيهات وكيفاء الفرق المشتركة متاع المراقبة حجزت كميات من الفارينة والسميد لكن في الاخير هذا الكل راهو ما يهمش المواطن لانه مزال ما هوش لقي الخبز ومزال اللي لازموا يشد الصف المسؤولين على الدولة التونسية اللي يخلصوا من فلوسنا مطلوب منهم تحقيق نتائج مش بذل عناية مطلوب تحسين الوضع المعيشي مش انهم يفسروا لهم عليش وضعهم خايب باسباب غلطة هذا الكل راهو ومزلنا ما حكي ناش عليش الدولة مواصلة في دعم مادة اللي صحيا مايش بها برشا ومزلنا ما تسائلناش على طريقة لانهاء منظمة الدعم المتخلفة مع الحفاظ على كرامة التونسي وعلى مقدرته الشرائية نحن مزلنا في مستوى توفير الخبز في المخابز بش تفهموا الى اي درجة بلادنا مزلت متخلفة وبعيدة على الركب متع البلدان اللي تقدم في الوقت الراهن مهما كانت الاسباب الدولة التونسية عاجزة على توفير عدد من المواد الاساسية وعدد من الادوية لمواطنين ما عادش حتى يسألوا على الاسوام امام فقدان المواد في حد ذاتها في اخر الامر هذا دليل اخر للخطابات والدعوات والزيارات والتعليمات والتوجيهات مهما كانت ما يعوضوش حاشتين الكفاءة والنجاعة وفقد الشيء لا يعطيه موسيقى موسيقى موسيقى